أثناء انتظارك للمهدي الموعود هل ستسقط كما سقط من آمن مع نبي الله نوح من قبل؟ بعد تسعمائة وخمسين عام من الدعوة والصبر على أذى وسخرية قومه كف النبي نوح عن دعوتهم بعد أن أوحى الله له لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن وبدأ ببناء الفلك بمساعدة المؤمنين كان الفلك أمل المؤمنين المستضعفين للتخلص من الظلم واللا مساوات ولكن لم يدخل كل الذين آمنوا السفينة فما الذي حدث؟ قبل الطوفان بسنوات رجع المؤمنون إلى نبي الله نوح وشكوا ما ينالهم من أذى قومهم الوثنيين وسخريتهم وسألوه الدعاء بالفرج فأجابهم إلى ذلك وصلى ودعه فهبط جبرائيل عليه السلام فقال إن الله تبارك وتعالى قد أجاب دعوتك فقل للشيعة يأكل الطمر ويغرس النوى ويراعوه حتى يثمر فإذا أثمر فرجت عنهم فعرفهم ذلك واستبشروا ففعلوا ذلك وراعوه حتى أثمر ثم سألوه أن ينجز لهم الوعد فسأل الله ذلك فأوحى الله إليه قل لهم كلوا هذا الطمر وغرسوا النوى فإذا أثمرت فرجت عنكم فلما ظنوا أن الخلف قد وقع عليهم ارتد عنهم الثلث وبقى الثلفان وما زال الله يمتحدهم وما زالوا يرتدون حتى بقيت منهم إصابة قليلة التلكؤ عن انتظار الفرج هو السبب في ارتداد قسم كبير ممن كان قد آمن مع نوح وفي عصر الغيبة سيكون سببا لارتداد أكثر القائلين بإمامة الإمام المهدي لطول غيبته فقد روي عن الإمام الصادق قوله والله ليغيبن إمامكم سنين من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات أوهلك بأي واد سلك ولتدمعن عليه عيون المؤمنين لذلك فلنبتهل إلى الله تعالى في عصر غيبة الإمام المهدي بالدعاء اللهم فثبتني على دينك واستعملني بطاعتك ولي قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك فبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له بإظهار أمره وكشف سره وصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا أكشف عما سترته ولا أبحث عما كتمته ولا أنازع في تدبيرك ولا أقول لما وكيف وما بال ولي أمر الله لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أمري كله لله اللهم لا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنه ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من ظهوره وقيامه ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر